مرحبا بكم في قناة غاردينيا قناة غاردينيا تهتم بالزراعة وتحتوي على العديد من الفيديوهات التي تقدم معلومات عن نباتات الزينة الداخلية والخارجية والنباتات المظهرة وطرق اكثارها ان رغبت بمشاهدة كل جديد تقدمه القناة اشترك معنا ولا تنسى تفعيل الجرس تتميز البيتونيا بازهارها الكثيفة متعددة الاشكال والاحجام يستمر ازهار البيتونيا طوال الاشهر الدافئة من السنة تبلي نباتات البيتونيا بشكل افضل في المناخات التي لا تقل درجات الحرارة فيها عن 12 درجة مئوية ليلا و18 درجة مئوية نهارا في المناطق الحارة اذا تعرضت لدرجات حرارة عالية ولفترات طويلة ستميل اغصانها الى الاستطالة وسيضعف ازهارها الاهتمام بنباتات البيتونيا يتضمن الري المنتظم وتعرضها لاكبر قدر ممكن من اشعة الشمس المباشرة لتحفيزها على انتاج اكبر عدد ممكن من الازهار يمكن زراعة نباتات البيتونيا في مكان شبه ضليل لكن زراعتها في الاماكن المشمسة سوف تحفزها على انتاج عدد اكبر من الازهار وبشكل مستمر عند زراعة البيتونيا في ارض الحديقة تخلط التربة بالسماد العضوية المتحلل بشكل تام لانها تحتاج الى تربة جيدة التصريف وغنية بالمواد العضوية بالنسبة لزراعة البيتونيا في الاصص يجب التأكد بانها ستزرع بتربة جيدة التصريف ويفضل اضافة طبقة من الكمبوست الى السطح البيتونيا نبتة محبة للتربة الغنية بالمغذيات لذلك تسمت كل اسبوعين مرة بسماد عشرينات او عشرات متوازن ستحتاج الى ازالة الازهار التالفة اولا باول حتى توجه النبتة طاقتها على انتاج المزيد من الازهار من المهم ايضا ازالة الجزء الذي تتكون به البذور اسفل الزهرة من اجل ازهار اكثف ودائم طوال الموسم بشكل مختصر لبيتونيا صحية كثيفة الازهار تحتاج البيتونيا الى 6 ساعات من اشعة الشمس المباشرة لكن في المناطق الحارة قد تحتاج لحمايتها من شمس الظهيرة المباشرة يجب الانتباه ايضا الى ان البيتونيا يمكنها تحمل قلة الري لكنها لن تتحمل زيادته حيث ان زيادة الري هو الخطأ الاكثر شوعا الذي يرتكب والذي يسبب موتها حيث انها تتطلب ريا معتدلا وتربة رطبة بعض الشيء لذلك تروى بانتظام لكن تترك التربة لتجف من السطح بين الريات لتجنب تعفن الجذور ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة